الميزانية اللي عملناها في 2016 كنا متوقعين فيها عجز بـ 3.9% أي تقريب 3600 مليون دينار اليوم نجم نقول لكم اللي بش نكملوا العام بعجز بـ 6500 مليون دينار أرقام مفزعة كشف عنها الشاهد في خطابه بمجلس نواب الشعب فحسب هذه الأرقام ارتفعت الديون الخارجية بـ 21 نقطة منذ 2010 ووصلت إلى 56 مليار دولار دون احتساب الديون الداخلية انتاج الفوسفات تراجع بنسبة 60% نسبة انتاج شبهها رئيس الحكومة بانتاج سنة 1928 السياحة أيضاً طلقت ضربة قاسية تسببت في تراجع مداخلها بنسبة أكثر من 50% ما أدى إلى تهاوي الدينار التونسي والذي وصل إلى 2.4 دينار لليورو الواحد سنة 2016 الشاهد قال إن نسبة النمو في السنوات الخمس الأخيرة لم تتجاوز الواحد فاصل خمسة بالمئة في المقابل تم انتداب أكثر من 112 ألفاً في الوظيفة العمومية هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت من 6.5 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يقارب 13.4 مليار دولار سنة 2016 وهو ما يمثل 40% من ميزانية الدولة دون الحديث عن الزيادات في الأجور المبرمجة لسنة 2017 الأرقام التي تم الكشف عنها تضمنت عجزة صناديق الاجتماعية الذي وصل إلى 1648 مليون دينار ما نتج عنه ترك معجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليصل إلى 1400 مليون دينار الأولوي القصوى ليس إجراء واحد الأولوي القصوى هي مجموعة من الإجراءات برنامج مثل البرنامج الذي قمنا به في سنة 1986 وهو برنامج الإصلاح الهيكلي إصلاح كامل وشامل فيه جانب جبائي فيه جانب يهم السياسة النقدية لا يكفي معرفة مستوى العجز الحقيقي الذي يعانيه الاقتصاد التونسي بل الأهم من ذلك معالجة هذا العجز وتحديد الأولويات الاقتصادية والمالية اللازمة